السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسوا الاعجاب والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه اجمعين ايها الاحباب الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ما زلنا مع كلام طيب واطيب الكلام دوما هو كلام الله رب العالمين وما زلنا مع التأمل في سور القرآن الكريم حسب التنزيل اليوم سوف نقوم بالدراسة والتحليل لسورة قرآنية مباركة هي اقصر اية او اقصر سورة في القرآن تضمنت فقط ثلاث ايات وتحدى بها الله تعالى الانس والجن على ان يأتوا بمثلها انها سورة الكوتر التي يقول فيها رب العزة جل جلاله بعد بسم الله الرحمن الرحيم ان اعطيناك الكوتر فصلي لربك منحر ان شانئك هو الابتر هذه السورة رقم ترتيبها في التنزيل هو رقم خمسة عشر يعني كان القرآن الكريم ينزل هكذا حسب الوقاع والاحداث بدأت بسورة العلق ثم القلم ثم المدثر ثم المزمل ثم الفاتحة ثم المسد ثم التكوير ثم الاعلى الى ان نزلت الضحى والشرح واخرها كان الماعون رقم اربعة عشر خمسة عشر الكوتر فنحن نتحدث عن الحقبة الاولى في الاسلام لا زال الاسلام ضعيف ولا زال المسلمون ضعفاء ولا زال الكفار والمشركون يستقوم بقوتهم فربنا عز وجل كان ينزل السور والآيات لكي يقنعهم بوجود الله ويقنعهم بصدق الايمان والتدين وينخرط في سلك هذا الاسلام الذي ارتضاه الله تعالى دينا لكل العباد لكن كفار قريش دائما في صراع مع المسلمين كان المسلمون في اول الامر قلة وكانوا ضعفاء لم يكن عندهم عتاد ولا قوة لان جلهم من العبيد ومن المساكين والمستضعفين والكبراء والاغنياء قل قليلا فكان ربنا عز وجل يأمرهم بالصبر ويأمرهم بالاحتساب وقد تركزت اداية المشركين على نبي الاسلام سيدنا النبي محمد بن عبد الله تركزت عليه الهجومات فكانوا ينعتونه بكل انواع السب والشتم والعيوب قالوا عنه ساحر وكاهن وقالوا عنه كذاب وقالوا عنه كلام شديد جدا وكان القرآن الكريم دوما يبرئه حتى قال ربنا عز وجل وانك لعلى خلق عظيم تزكية من عند الرحمن يا محمد اسبر وانك لعلى خلق عظيم في هذه السورة سوة الكوتر نعتوه ايضا باسم اخر فقالوا عنه الابطر ما معنى الابطر الابطر هو المقطوع من السلالة الذي ليس له والدين ولا اولاد فالابطر هو الانسان الذي نشأ يتيم ما عنده لا ام ولا اب ثم لما كبر ما عنده اولاد اما انه عقيم وانه يموت له الاولاد وهذا كان حال النبي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم فهو كان مقطوع من الاصول والفروع فابوه قد توفي وهو لازال جنين في بطن امه وامه توفيت وكان عمره لازال اربع سنوات ونصف ثم لما كبر وتزوج ورزقه الله الاولاد ماتوا له تباعا ماتت ام كالتوم وزينب ورقية ومات عبد الله وغيرهم من الاولاد كان عنده سبعة من الدرية ماتوا جميعهم لم تبقى الا فاطمة رضي الله عنها ماتت بعده بستة اشهر فكانوا يسخرون منه ويقول لهذا النبي ربه لم يرحمه ربه اخذ منه والديه واولاده وكان من اسباب نزول هذه السورة المباركة سورة الكوتر ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ربنا كان يأمره بالصبر والاحتساب والتمسك بالخلق الكريم لكن هذه الخاصية جعلت اتباعه يتكاترون مجموعة من العبيد ومن المساكين والمستضعفين رصيدهم هو الايمان فكانوا يعجبهم الخطاب الايماني الذي جاء به الاسلام فبدأوا يتكاترون ويوما ما تجمعوا تجمع كفار قريش في ناديهم فاردوا ان يضعوا خططا للقضاء على الاسلام والمسلمين ونبيه الاسلام وعلى قرآنهم بدأوا يتحدثون كل يدلي بدلوه هذا يعطي يعطي الخطة من هنا والاخر خطة من هناك فدخل العاص ابن وائل وهو من المشركين دخل وقال لماذا انتم متعبين بوضع خطط للقضاء على محمد انه ابتر ابتر ومدام ابتر فسوف يموت وينقطع نسله وينقطع الحديث عنه فالذي لا لا اولاد له اذا مات نسه الناس وصار في خبر كان فلماذا انتم معذبين اتركوه كم من حاجة قضيناها بتركيها اتركوه على ما هو عليه فانه الى زوال فلما سمع النبي الكريم هذا الكلام تأثر به وكان صلى الله عليه وسلم تلك الايام لا يرى الا وجهه يظهر انه مسودا من شدة الحزن ومن شدة الغم ويؤمر بكضم الغيض فاراد ربنا عز وجل ان يكرمه اكرمه بهذه الصورة يروى كيف نزلت يقول انس بن مالك رضي الله عنه كنا جالسين جماعات مع الصحابة وبيننا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يشعرون بالضعف ويشعرون بالقلة ويشعرون بالهوان والصحابة كلهم نفسيتهم منكسرة منهزمة فيقول انس بن مالك وبينما رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا اذ اغفى اغفاءة جانعس اغفى اغفاءة قليلة ثم بعدها استيقض واستيقض متبسما استيقض مستبشرا فقال له اضحك الله سنك يا رسول الله نرك تضحك وتبتسم وتستبشر وقبل هنيها كنت حزين وكنت مهموم قال في هذه الغفوة التي غفوت جاءني جبريل وانزل علي صورة هي من اكرم ما انزل الله علي قالوا له مدى انزل عليك قال انزل علي انا اعطيناك الكوثر فصلي لربك وانحر ان شانئك هو الابتر ففرح الصحابة وقالوا ما معنى هي رسول الله وصار النبي الكريم يشرحها معنى ان اعطيناك الكوثر ربنا يتحدث عن ذاته العلية يقول ان يعني جلال الله وكمال الله وقدرة الله ان اسم التعظيم والتفخيم وهو احق بان يسمى بذلك لا احد يستحق التفخيم والتعظيم سوى الخالق سبحانه وتعالى ان اعطيناك الكوثر اعطيناك العطاء هناك فرق بين العطاء والاتيان قد يقول ان اتيناك وان اعطيناك الاتيان يعطيك الحرية في التصرف في متاع معين لكن العطاء هو تمليك اذا قلت اعطيتك اعطيتك الشيء صار ملكا لك تصرف به كما تشاء بيعه واشتريه وانت حر لكن اذا قلت ااتيتك الشيء يعني للتصرف فقط ثم تعيده الى صاحبه فالنبي الكريم هنا فهم المقصود ان اعطيناك يا محمد هذا الشيء الذي اعطيناك اياه هو ملك لك ولك فيه كامل التصرف ولك فيه ان تفعل به ما تشاء ان اعطيناك اعطيناك ماذا الكوتر الكوتر والكوتر لما سأله الصحابة يا رسل الله ما معنى الكوتر قال انه نهر عظيم في الجنة ملكه الله لي هذا النهر ماءه ابيض من التلج واحلى من العسل وانيته تبرق افضل من نجوم السماء من شرب منه شربة واحدة لن يضمأ ابدا انه الكوتر اعطيناك الكوتر نهر عظيم في الجنة فقالوا يا رسل الله صفه لنا هل هذا النهر اتظنون انه فيه اخدود في الارض كما هو في دنياكم لا انه نهر ليس فيه اخدود وليس فيه نفق وانما هي مياه متسربة تجري بامر الله تعالى ليس لها منبع وليس لها نهاية وكل من شرب منها شربة ماء لم يضمأ بعدها ابدا هذه اللحظة كان الصحاب الصحابة رضي الله عنهم يعيشون ساعة الحر الشديد وساعة العطش فلما بشرهم النبي الكريم بهذا العطاء فرحوا وسعدوا وقالوا هذا بشارة عظيمة من عند الرحمن سوف ننعم بها إن بفعل بفعل فمده 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 كان أمر الشكر الذي أراده الله تعالى قال إن أعطينك الكوتر فصلي لربك وانحر أعطاه الله أمرين اثنين يا محمد إذا أردت أن تعبر عن شكرك وامتنانك لربك الذي أعطاك الكوتر فاشكره بهتين العبادتين فصلي لربك وانحر أولا الصلاة الصلاة هي عبادة عظيمة مباركة فلما سمع النبي هذا الكلام صار يقوم الليل وصار لا يكاد ينام حتى كانت قدماه تتفطر من شدة الألم وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله ألا تنام فقال لها إني أحب أن أشكر ربي على ما أعطاني فكان النبي الكريم يمتت إلى قول الله تعالى يا أيها المزم القوم الليل إلا قليلا فكان يقوم بالليل وبالنهار حتى تتفطر قدمه وكان يكتر من النوافل في كل وقت وحين وكان إذا سجد أوها حتى قيل أوهم أنه كان يسجد ويطيل السجود حتى يقول ربما أنه صار صريعا من طول سجوده لأن رب العز قال له فصلي لربك وانحر العبادة التانية هي النحر النحر لأن العرب أيام زمان كانوا يتقربون إلى الآلهة وعبادتهم للآلهة تكون إما بالسجود والركوع وتكون بتقديم القرابين يقدمون الدماء يدبحون الشياة والخرفان والنوق والجمال وغيرها فأمر فأمر الله تعالى نبيه بأن يقوم بالنحر لربه فصل لربك الربوبية معناه يا محمد صلاتك لله ونحرك لله وشوقك إلى الله ورغبتك في الله وصبرك لله وكل شيء لله قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين هكذا أرد الله تعالى أن يربي نبيه وصفيه وخليله أن يجعل كل أعماله لله لأن العرب في المشركون كانوا يقومون بأعمال غير الله يقومون بالآلهة وبالأصنام وبالأوتان كما في زمين أيضا هناك من يقوم بأعمال كثيرة حسنة ولكن يسأل نفسه هل يقوم بهذه الأعمال لله أم للسمعة أو للرياء أو خدمة للحزب أو خدمة للنقابة أو خدمة للوبيات معينة أو خدمة لمصلحة معينة اسأل نفسك أي عمل تقوم به هل تقوم به لله أم لمصلحة أم لإرضاء غيرك من الأسياد فإذا كانت الأمر ليس كذلك جدد إيمانك وجدد نيتك ربنا عز وجل كان يعلم نبيه وصفيه ومن خلاله صحابته المكرمين ومن خلالهم باقية الأمة أن تكون جميع الأعمال لله فصلي لربك وانحر انحر كان النبي الكريم دائما ينحر يتقرب إلى الله تعالى بالدبيحة فكان في عيد الأضحى يضحي بكمشين أقرنين أملحين يقول هذا عن أهلي وهذا عن أمتي من لم يضحي من أمتي كل عيد أضحى كان يدبحوا كمشين وفي كل وقت إذا أرد أن يكرم جاءه ضيوف أو جاءه المؤلفة قلوبهم فكان ينحر صلى الله عليه وسلم ويطعم يطعم لأن الدبيحة هكذا خلقت حتى قيل بأنه في حجة الوداع وإي آخر حجة وبعدها سوف يتوفى النبي الكريم صلى الله عليه وسلم نحر تلاتة وستين شات تلاتة وستين شات يوم النحر لأن الحجاج الذين شاركوا في حجة الوداع كان عددهم يزيد عن مائة ألف فكانوا يا رسول الله إنحر لنا بيديك الكريمة فكان يؤتونه بالشياء وينحر نحر في يوم وحد تلاتة وستين شات وذلك لأمر الله تعالى فصلي لربك وانحر بعضهم يقول هذه الآية فيها دعوة لسفك الدماء وللإرهاب هكذا يقول بعض المستشرقين وبعض المستغربين حينما يريدون أن ننتقد الإسلام يقولون هذه الآية تشرع للإرهاب وتشرع لسفك الدماء وهناك عدد كبير من المتقفين أو أشبال المتقفين كانوا يقصدون هذه الصورة بالضبط وهذه الآية بالضبط وهذه الكلمة إنحر يقولون إذا أراد المسلمون أن يعيشوا في أمن وسلام ويكونوا في انسجام مع المواتيق الدولية ومع القيم الكونية ومع السلام العالمي لا بد أن يحدفوا هذه الكلمة من قرآنهم كلمة إنحر هذه إنحر النحر هل هم لا يأكلون اللحم كل العالم يأكلوا اللحم وينحرون الأكباش والأبقار والمعز وغيرها فلماذا ينتقدون المسلمين وهم ينحرون هذه الدبيحة لوجه الله تعالى إلى أن قال إنا أعطيناك الكوتر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبطر شانئك هو الأبطر معناه أن الذي يعاديك يا محمد شانئك هو مبغدك يا محمد سيكون هناك من يبغدك ولكن بالمقابل سيكون هناك من يحبك بلا عدد ولا حصر ماذا معناه مفهوم المخالفة مفهوم المخالفة هناك مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة في آليات التفسير إن شانئك هو الأبطر يعني عدوك يا محمد هناك أعداء لك وسيكون في المستقبل وإلى قيام الساعة سيكون هناك أعداء شانئك مبغدك كارهك هو الأبطر يعني هو المقطوع سيقطع الله صلته ويقطع الله ذكره ويقطع الله رزقه ويقطع الله نسله وهكذا كان جميع المشركين الذين كانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وينعتونه بالأبطر كلهم قد قطع نسلهم وقطع ذكرهم أبو جهل وأبو لهب والعاص وغيرهم من الشخصية الكبار كلهم قد قطع ذكرهم ونسلهم ورزقهم وبقي النبي الكريم صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله لا زال اسمه يتردد في كل مكان لذا قال ربنا ورفعنا لك ذكرك أي جعلنا ذكرك مرفوعا في كل مكان وقارن الله تعالى اسمك يا محمد باسم الجلال لا إله إلا الله محمد رسول الله هذه السورة المباركة قصيرة جدا هي أقصر السورة في القرآن فيها خبر وفيها أمرين وخبر لاحظوا معي خبر أمرين خبر إن أعطيناك الكوتر خبر فصل لربك وانحر أمرين معطوف أحدهم عن الآخر إن شأنك والأبتر خبر يعني جملة بسيطة جدا ومع ذلك ربنا تحدى العرب وتحدى الإنس والجن على أن يأتوا بسورة مثل هذه تحداهم هل يمكنكم أن تأتوا بها ما استطاعوا قال ربنا عز وجل وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا الشهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين قال اجتمعوا كلكم لا قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا في الأول ربنا قال مثل هذا القرآن ثم بعدك قال لهم عشر صور مفتريات أم يقولون افتره إلى أن قال فليأتوا بسورة مثله واحدة ليس صورة البقرة فيها خمسة أحزاب لا فقط فقط صورة واحدة قصيرة الكوتر أصغر صورة في القرآن هل يمكنكم فعل ذلك أستطاعوا حتى لما جاء مجموعة من المدعين للنبوة وجاءوا بكلام يقولون بأنه قرآن ينزل عليهم نبيهم اسمه رحمن كمسير ملك الداب وغيرهم قالوا كلام كثير ولكنه كله لم يصمد أمام كلام الله مما قاله موسير ملك الداب أراد أن يتحدى هذه الآية ويأتي بمثلها قال يا ضفضعة يا بنت ضفضعين نقيمة نقيم نسفق في الماء ونسفق في الطين لا الماء تكذرين ولا الشارب تمنعين أراد أن يتحدى هذه الصورة لكن فرح كبير هذا كلام واهن وسخيف لما قال الفيل وما أدراك مالفيل له خرطوم طويل وديل قصير وقال أيضا والعاجنات عجنة فالخابزات خبزة فالآكلات أكلة فالمقدرات أمرة حاشا وكلّا أن هذا كلام سخيف وبديئ أنه يرتقي إلى كلام الله رب العالمين كلام الأدوار ديال الوحي كله تحتويه من كل جانب سورة الكوتر أيها الأحبة الكرام سورة مباركة وعد من الله تعالى أن أعطى لنبيه وصفيه وحبيبه هذا الكنز هذا الكنز هو عبارة عن واد كبير قيل طوله شهر وعرضه شهر بالمسيارة الخيل وليس له منبع لا تبحث عن منبعه ما تجد وتبحث عن مصبه لن تجد لأنه شكل غريب يجري وقد جعله الله يجري من تلقاء نفسه ليس عنده أخدود وليس عنده حفرة يسير فيها بل هكذا يمشي في الطرقات أحلى من العسل وأبيض من التلج وآنيته تبرق أفضل من نجوم السماء في عز الظلام وكل من شرم منه فإن لا يضمأ أبدا وقد جاء في الحديث أن بعض الناس سوف يشربون منه وسوف يمنعون فلما قال النبي الكريم لماذا قال لم تدري ماذا أحدث من بعدك بمعنى أن الذي يحدث البدع ويحدث الفتن فإنه يحرم من شرم ماء الكوتر ماء الكوتر يشرب منه كل مؤمن صادق يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله لكن يحرم منه الذين يحدثون بعد النبي الكريم ماذا يحدثون إما يحدثون البدع وإما يحدثون الفتن فكل من أراد أن يفتن الناس في دينهم وفي أمنهم وسلامتهم وعرضهم فإنه يحرم من شرب ماء الكوتر وكل من يبتدع في الدين بقصد أن يهدمه ويغيره أيضا يحرم من الشرب من ماء الكوتر ذكر العلماء أن هذه الصورة فيها أسرار قالوا بأن المريض إذا أرد أن يشفيه رب العزة فليشرب من ماء عاد لكن يقرأ فيه صورة الكوتر يصير الماء وكأنه يستمد أنواره من نهر الكوتر الذي في الجنة خد قنينة ماء وإقرأ فيها باليقين إقرأ فيها صورة الكوتر قيل سبع مرات بعض الصالحين اشتهادا منهم قالوا سبعين مرة إقرأها سبعين مرة لأن كلمة سبعين ورد كثير في القرآن الكريم إن تستغفر لهم سبعين مرتين فلن يغفر الله لهم كلمة سبعين يعني عند القرآن بأنها قمة الاشتهاد فقالوا نقرأها سبعين خد إناء من الماء وإقرأ فيه صورة الكوتر سبعين مرة باليقين وذلك الماء له غير ماء عادي سيتحول فيه أسرار رباني وكأنك تشرب من ماء الكوتر النهر الموعود للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يشفي الأبدان ويشفي النفوس من عنده قلق وتوتر من عنده اكتئاب من عنده غضب من عنده حب الانتقام من عنده حسد من عنده فتور في الإيمان من عنده علة وسقم في جسمه يفعل هذا الأمر يشرب من ماء يقرأ فيه بصوته وبصدق ويقين سورة الكوتر وسيرى عجائب قدرة الله اللهم يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين لا تحرمنا من شربة ماء من ماء الكوتر من يد النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم واختم لنا جميعا بالحسنة قولوا معنا جميعا أمين 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 يا ربي يا كريم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم نعود أيها الأحباب الكرام لنواصل هذا اللقاء المبارك ليسعيدنا أن نتلقى مكالماتكم وإضافاتكم وأسئلتكم أرقمنا كالعادة 05-22-88-0060 أو 61 أو 62 أو الرقم الهاتفي 05-22-46-72-50 أو 51 أو 52 مرحبا بكل المكالمات ونبدأها من أقليم جرادة مع أم أسامة أهل السلام وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سلام عمي الطيب لباس الله يبرك فيك للا يراك داير الحمد لله شكر لله يوانبرك عليك الحجة الله يبرك فيك للا الله يكتب لكم زيارة مباركة آمين آمين كنحبك في الله عمي الطيب أكرمك الله لله حفظك الله ورعك شوف أغنسو لك واحد الأسئلة مرحبا أنا أموة ميتة هذي خمس سنين وقريبة لي قريب جوج كيلوميت ومنظور هاش في القبر واش نعم وبغينا واحد دعيوة يا رحمد يا رحيم عندي واحد البنيارها عندها هذ المرة غادي تفوت في التعليم ايه بشي دعيوة من عند المستمعين اللي رهم يتبعوا البرنامج يقولوا آمين كما سنرى نجل آمين معه شكر الله لك للا نعم شكرا لك للا أم أسامة حفظك الله ورعاك وتحية كبيرة لساكنة إقليم جرادة أم أسامة تسأل أمها قد توفيت منذ خمس سنوات والمقبرة قرب منها ولكن لا تزورها هل عليها إتم أم لا زيارة المقابر هي ليست واجبة بل هي من باب الاستحباب لغاية محددة نحن أمرنا بزيارة المقابر بهدف تحصيل غاية في الأول زيارة المقابر كانت ممنوعة والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم نهى عنها هذا في أول الإسلام كان يقول النبي الكريم لعن الله زوارات المقابر كان من عدد النساء عدتهن أنهن يزورن المقابر يزورن العائلات والأحباب والمقرب إليهم ويظلن يندبن الخدود ويشققن الجيوب ويدعون بدعاء الجاهلية يبقوا يعدوا على المصيبة التي وقعت لهم ويختلت الرجال بالنساء وكتعد فوضى فالمقبرة هي مملكة الأموات مدينة الأموات لابد أن تكون فالإحترام والسكينة والهدوء مع النظافة لابد من العناية والرعاية المستمرة والمتواصلة فإذا أسار إليها الناس لابد أن تخلها بوقار لهذا النبي الكريم صلى الله عليه وسلم فيما بعد أشف بعض الصحبة متشوقين للزيارة فقال لهم كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور الآن فزوروها فإنها تذكر الآخرة ففي أول الإسلام كان النهي للزيارة لماذا؟ لأن الناس حديثوا عهدين بالدين ونزل عندهم تقاليد وعادات الجاهليين لكن حينما دخل الإسلام إلى القلوب وحينما صارت النفوس طيبة وحينما صار الأهل الإيمان واليقين على الاستقامة ويتقبلون أوامر الرحمن أدد لهم بذلك وأعطاهم آداب وشروط لما ندخل إلى المقبرة لابد أن نقدم الأداب منها التحية سلام عليكم أهل قوم المؤمنين أنتم الصابقون ونحن اللاحقون اللهم لا تفتننا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم ويدخل الإنسان بسكينة وطمأنينة ونتجنب الإختلاط بين الرجال والنساء وإن كنا نحن في المغرب لنا عادات وتقاليد إذا توفي الميت فإن الذين يتبعون تشهيع الجنازهم الرجال فقط الرجال بعد ثلاث أيام وضع الناس عادات وتقاليد كل ثلاث أيام بعد موت الميت يزورون المقبرة كاسمه التارق خاص بالنساء فهذه عادة حسنة عادة ليست شريعة وإنما هي عادة ونحن مأمرون بالحفاظ على العادات لقول الله تعالى وأمر بالعرف وأمر بالعرف خذ العفو وأمر بالعرف وأعلن الجاهلين فالعرف والعادة محكم وإذا كان السليم لا بأس به فالزيارة تكون بهذه الأدب لكن من لم يزور حالة الأم أسامة لم تزور أمها لا شيء عليك ليس واجبا ليس فرضا إنما هو فقط بغاية تذكر الأخير احتقل العلماء الذي ينتفع بالزيارة ليس هو الميت وإنما الذي ينتفع هو الحي لأن الحي لما يزور المقبرة كيكون نفسه مريضة وكيكون متعلق بالدنيا وكيكون عنده غضب وعنده حزن وعنده مشاعر متراكمة ملك القبيل أن في الأخر كان الموت قلبك يشبع ويتراجع ويستغفر ويتوب إلى ربه فالذي ينتفع بالزيارة هو الحي لأنه يتذكر وذكر فإن الدكرة تنفع المؤمنين أما الميت فالذي ينفعه هو الدعاء والصدقة وإذا ترك شيء من الخير له صدقة جارية أو العلم الذي ينتفع به فالميت ممكن يبقى في قبره والعائلة ما يزوره ولكن يبعثون له دائما الحسنات يتذكرونه العبرة ليست في الزيارة العبرة أن الميت يبقى حاضر في الدهن والدكرة والقلب للعائلة والأحباب لا ينسونه من الدعاء الصالح دائما وقل رب ارحمهما كما رب يني صغيرا يدعو للفقيد بالرحمة والمغفرة ثم يتصدق يتصدق عليه للفقراء والمساكين وينوي أن يذهب ذلك الخير إلى الميت وإذا كان الميت أيضا إذا ترك علما أو صدقة جارية كل هذا في خير فأسأل الله تعالى للأم أسامة أن يرحم الوالدة وأن يسكنها فسيح الجنات وأن يجعلها في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ونسأل الله تعالى لبنتك لغدوز انتحان للتعليم طلب الله تعالى أن يعطى النجاح والفلاح إن شاء الله تعالى الشباب وشبات سيجازوا قريبا انتحانة للتعليم فرص جليلة للتوظيف نسأل الله تعالى أن يوفقهم ويبارك لهم في هذا المصار وأن يرفع عن طريقهم العسر ويجعل اليسر حليفهم جميعا قلوا معنا آمين السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تجريعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر